كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلق أطفيت على الحسن العبق فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحويه نزقى هو رحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقى أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحويه نزقى رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ما علامة الإظهار في أحكام النوم السكنة والتنوين والميم السكنة واللمات السواكن سواء كانت في اسم أو فعل أو في هل وبل علامة الإظهار في ذلك كله أن تجد كل حرف من هذه الحروف عليه رأس الحاء ورأس الحاء اختصار لكلمة خفيف أو استرح كما روي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وأما علامة الإظهار في التنوين فهو أن تجد الضمة وفوقها نصف دائرة وأن تجد الفتحتين والكسرتين متوازيتين وأما علامة الإضغام في النون السكنة والتنوين والميم السكنة واللامات السواكن فهو أن تجد الحرف الأول بغير شكل ليس فقاشي وأن تجد الحرف الثاني مشدتاً وأما التنوين فعلامته أن تجد الضمتين مرسومتين وأن تجد الفتحتين غير متوازيتين وكذا الكسرتين تجدهما غير متوازيتين ويستسنى من التجديد الواولياء لماذا؟ لأنهم القبيل الإضغام الناقص كما مضى معنا طيب من يقرأ من لدنه من ربهم هذا من طريقة طيبة وبناء على طريقة طيبة من الممكن أن ترسم هذه الكلمات التي فيها إضغام ناقص يعني إضغام بغنة من لدنه من ربهم وما شبه ذلك في اللام الراء ترسم بغير تجديد ولأن القرآن الكريم رسم بناء على طريقة الشاطبية وجدنا الحرف الواو وحرف الياء بغير تجديد ووجدنا اللام الراء عليهما تجديد لماذا؟ لأنه إضغام ناقص في الأولياء وإضغام كامل في اللام وراء كما هو أيضا إضغام كامل في النون والميم لأننا قلنا هذه الغنة هي غنة النون الثانية وهي غنة الميم مثل من نعمة مما كما مضى ذلك معنا من قبل وأما علامة الإخفاء في النون السكنة وفي الميم السكنة فهو أن تجد النون السكنة والميم السكنة بغير شيء ليس فوقه ما شيء وكذلك التنوين أن تجد الضمتين محسومتين وأن تجد الكسرتين والفتحتين غير متوازية وأما علامة الإقلاب فهو أن تجد النون السكنة فوقها ميم صغيرة وأن تجد الميم الصغيرة هذه أيضا ملازمة لضمة قبلها أو لكسرة قبلها أو لفتحة قبلها في التنوين لأننا قلبنا هذه النون ميما فنقول سميع بصير نقول مثلا من بعد فعلامة الإقلاب في النون السكنة والتنوين واحدة ألا وهي الميم السكنة تكبير تكبير من الحافظ وهو صغير والضاء العين قارير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمدني يا رحمن إشرح صدري قرآن قم لك قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا وجعله لنا حسنا وهدنا بدن واما ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة